بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم باقي أجهزة الفصل Particulate Matters قبل كده شفنا Grafty Settling Chambers شفنا Cyclone Filter وشفنا مدى التطور ان احنا كنا بالأول بنزيل جسيمات كبيرة بدأنا نزيل جسيمات أقل النهاردة هنتكلم على الجهاز جديد بالنسبة لنا وهو Electro Static Precipitator Filter وده جهاز من اسمه بيعتمد على الالكتروستاتيك او على جهاز بيعتبر جهاز كهربائي الجهازتين هي جهازة ميكانيكية Component of an Electro Static Precipitator وهنتكلم على basic theory of electrostatic precipitators وهنشوف أنواع كتير منه احنا نفهم الفكرة الأساسية لعمل مثل هذه الأجهزة فبنقول basic of electrostatic precipitators ونختصه ESP او EPS ودي أهم حاجة موجودة عندنا ان احنا محتاجين احنا محتاجين فكرته ان احنا نشحن الجسيمات ببولاريتي معينة ونحول لعملية التأيين والآيونات تشيل بعض الشحنات الCollecting surface بيكون مختلف في الشحنات عندها فبيكتزم البارتكيلز الى هذا البلات وبعد كما نعمل نيتروليزيشن للبلات فتتساقط الاتريبة او تتساقط بوسائل الربنج زي ما نشوف او تتساقط او تتساقط 4000 فولت لكل سنتي طبعا ده مجال كهربائي عالي جدا وبالتالي هذا الجهاز بيكون مكلب جدا او تتساقط الاتريبة او تتساقط او تتساقط او تتساقط او تتساقط او تتساقط القصص و تتساقط الاتريبة مجرد مجرد كما نقول ما نعمل بهم او تتساقط او تتساقط او تتساقط بعملية الاسب الاسP ميزة 99% والزمين بارتز مكوناته فيه الانواع نتكلم عليها يبقى ده مهم عندي جدا الافيشنس بتاعتي 99% كمان بيلتقط الالترافين اللي هي المسايمات الدقيقة جدا الافيشنس بتوين ديزتشارج الالكترولود من اربعة الى ستة انش الافيشنس بيزتشارج الالكترولود من اربعة الى ستة انش يبقى بنقول عندنا ان احنا بنحتاج بالهز او بالووشنج عندنا اللي هو الاترابة الكوانات على البلات اللي بيتم فيه ارتقاط الجسيمات زي ما نشوف ده بيتكلم على الفكرة الاساسية عندنا ادى الجاز فلوو وادى عندي ديزتشارج الالكترولود وبعدين عندنا ادى الكوليكتنج الالكترولود فبيحسس عندنا انه الجسيمات بتكتسب اللي هو بيكتسب شحنة مخالفة للشحنة اللي موجودة على البلات هنا بيلتقطها وبعدين بنعمل عملية نوترالايزنج لهذا الكلام فيتساقط الاترابة يبقى طبعا ممكن يكون بلات زي الشكل ده وممكن يكون تيوبلر بالشكل اللي موجود قدامنا ده يعني ممكن يكون بلات وممكن يكون استوالي بالشكل اللي قدامنا اللي موجود قدامنا ده طبعا زي ما قلتك هنشوف اجزاء كتير جدا واشكال اللي اس بي فيلتر ده احد اشكال اس بي فيلتر ومكوناته كل حاجة كل حاجة اللي اس بي في المحررات القادمة ان شاء الله نستكمل باقي انواع اللي اس بي في المحررات القادمة هالك شكرا